الصدور هذا في الجهيدة الرسمية نتع 13 أكتوبر لكن أعلن عنها قبل اليومين وهو ماذا هذا هنا؟ هذا مرسوم تنفيذي قال لك مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكينات الإرهابية والشطب منها والأثار المترتبة على ذلك وديرين قانون مرسوم تنفيذي في حداته في 43 مادة والمرسوم التنفيذي لعلكم تبعتم في جرائدهم أمس أمس اليوم جايبين صور جايبين صورتي جايبين صور أخرى لآخرين ورشاد سيتم وضحها طبعا يجيبوا معنا الماك والهدف ما هو في الحقيقة هم عارفين حقيقة الماك مش رح ندخل فيها ونخليها الجانبا وعارفين أن في النهاية رشاد ليست هنا لمنافستهم لا على سلطة ولا على حكم وليست هي حركة مقاومة صحيح حركة سياسية ولكنها حركة مقاومة قبل أن تكون شيء آخر ليست حزب سياسي وليست أي شيء آخر لكن الهدف هو التخويف والمرور على نفس الطرق اللي مر عليها نظام السيسي الإجرامي طبعا مع النظام السيسي كان نظام بن زايد في الإمارات الإجرامي أيضا عنده نفس الشيء قائمة الكينات والأشخاص المتهمين بالإرهاب العالم الخارجي لا يلقي لهم باله الإمارات ثم لديهم من أموال ومعارف وعلاقات ولوبيات ولديهم مع ذلك لم يهتم العالم الخارجي خاصة الدول الغربية لأنهم يركزوا على الدول الغربية بما بالقائمة انتح آه نعم يدروا لك إزعاش يدروا لك إزعاش يدروا لك قلق هنا أو هناك هذا صحيح لكن في النهاية اللي يواجه في هذه العصابات يعرف أن هناك ثمن يدفعوا سواء كان في الداخل أو كان في الخارج لا تظنوا إخواني أننا في الخارج أننا أنا مش بعادة على الإزعاج انتاحهم وعلى الظلم انتاحهم وعلى التفهات انتاحهم وإنما ما نحبوش نحكو فيها فقط إذن سأصدروا في هذا وفيه 43 مادة من ناحية القانونية على المستوى الدولي ليس له أي قيمة لأن بعبارة واحدة أنشأوا بمقتضى هذا المرسوم ليعطاوه لهذا المرتزق أن هذا عبد الرحمن ليعينوه وزير أول باش هو يوقع وباش تكون مسؤوليته أمام الأحرار كبيرة يعني ورطوا فيه لأن الحد داخل الوقت كان وزير مالية كان بعيد على التوريد لأننا حطوه وزير أول ويعطوله هذا المرسوم هذه المرسوم تغرقك يا ما يسمى بالوزير الأول وهذه المرسوم يوما ما يدفعك شعب الجزائري ثمنها وثمن أصلا أنك وزير أول فما بالك للإضافة إلى قبولك لهذه الوظيفة أو أنت تعرف أن النظام نظام عسكري وأن تببون المزور لا يحكم شيء وأنه ليس أكثر من خضرة فوق الشعب وأننا أمام دولة عسكرية ليست مدنية وأن الشعب الجزائري قال ما فوطينا ما عندنا رئيس وأن الشعب الجزائري تببون مزور جابه العسكر تقبل أن تكون وزير أول والإضافة إلى ذلك تقبل أن تكون لاعب قدر تصدر باسمك هذه المرسوم إذن هذا المرسوم واللي يسند أساسا إلى المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات وهذه المادة وحدها لما أضفوها لقانون العقوبات أضفوا المادة هذه اللي سموها 87 مكرر خلاتهم مهزلة أمام العالم هذه المادة وحدها أعتبر من خلالها في الحقيقة في خلاصتها هذه المادة في الخلاصة ليها فيها نقاط كثيرة جدا أنك إذا خرجت تعترض على أي مؤسسة يسموها هم ومؤسسات الدولة فأنت تقوم بعمل إرهابي وممكن تتهم بالإرهاب بمعنى أنك بدوى إذا ظهرت أمام ما يسمى بمجر الشعب الوطني لأي سبب يقدر يلفقوك تهمة إرهاب أمام بلدية ورئيس بلدية تهمة إرهاب يعني تعتبر مؤسسات الدولة في ذهنهم هم المؤسسة الأساسية اللي محبوش يمسوها واللي دائما عندما يتكلم يقول لك المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري للجزائر هذه إيدانة إيدانة أن يكون العسكر هو العمود الفقري لبلد ما فيش بلد في العالم نجح ما فيش بلد في العالم تطور نهض حكمه العسكر ما فيش آه يكون عندهم دور آه ممكن لا شك في ذلك لكن دور أمني عسكري ليس أكثر وفي الغالب عسكري فقط حتى أموش أمني في كل الدول المحترمة أو الأغلبية منهم كبار المسؤولي الأمنيين هم مدنيون صحيح من حل آخر يجوا بجنيرال هنا أو هناك لكنه تحت السلطة المدنية وحتى وهم يؤدون في دورهم العسكري هذه القوى الغاشمة الأمريكية مثلا والبنتاجون في النهاية لما جاء عينه في وزير وزير الدفاع الأمريكي الآن لأنه جنيرال سابق ولأنه ما كملش أكثر من خمس سنوات في الحياة المدنية أو سبع سنوات لأنه عندهم شرط أنه أقل شيء أعتقد أنها خمس سنوات تكون غادرة الجيش باش تقدر تكون وزير بما فيها وزير الدفاع اضطروا أن يلقوا له استثناء لهذا الوزير الأصمر الذي سيحكم وزير الدفاع الأمريكي اليوم وهو جنيرال سابق قاموا بجمع الكونغرس وعملوا استثناء استثناء من أنه ليس مدني لأكثر من خمس سنوات يعني ما زال ما مرش على خمس سنوات منذ أن أخذت تقاعد من الجيش إذن حتى هذه القوى الغاشمة وأمريكا والبنتاجون والجيش الأمريكي وقوة التي على رأس وزير الدفاع يجب أن يكون مدني مدنية مشي عسكرية هذا هو عمق المعركة المعركة مدنية مشي عسكرية إذن المادة 87 مكرر هذه على المستوى الدولي لا قيمة لها ولا معنى لها وحتم ما صدرت انتقدتها عدة جهات حقوقية دولية سواء الغير حكومية أو الحكومية يعني بما فيها مجلس حق الإنسان للأمم المتحدة هذه اللي يسمى حكومي أو ما بين الحكومات وبالتالي تأثيرها على الخارج ليس له معنى بالرغم من أنه في هذا المرسوم اللي مخرجينه في دايلون 43 مادة واللي خوفوا فيه الجزائريين بأنهم سيقومون بحجز الاملاك ومنشعار يقول يرهم يعرضوكم يرهم يقاوموكم يرهم الأغلبية العظمى منهم لا يملكون شيء وإذا ملكوا ربما تلقاه مالك ربما شقة أو في حالات معينة ربما عنده سيارة وعنده شقة الذين يعترضون عليكم في الغالب لا يمتلكون شيء لكن حتى لو افترضنا أنكم تجدون ما معنى ذا هذا لا يعني شيء حجز ممتلكات ما نشعارف منع من القوى هذا يعني القمع والقهر ليس أكثر وإضافاتكم ومزيد من الترسل القانونية التي هي غير قانونية بالمناسبة لا تعني شيء المعركة بينكم والشعب الجزائري معركة وجودية إذا بقيتم أنتم على المدى المتوسط البعيد ستنتهي الجزائر ستتفكك إذا انتصر الشعب سيسترجع البلاد وسيسترجع الدولة وسيقيم الدولة المدنية بإذن الله إذا المعركة ليس معركة قطعة أرض هنا أو تمنع واحد من الخروج أو تمنع واحد من العمل هذا كله ضريبة أبائنا وأجدادنا كان يدفعوا ضريبة الدم كان يدفعوا ضريبة سنوات القهر الاستعماري أو السجون الاستعماري والجزائرين دفعوا من الستيناتهم يدفعون السبعين أدفعوا ثمانين أدفعوا تسعين أدفعوا أدفعوا وما زال يدفعون معركة الحرية لها ثمن ونحن نعرف ذلك ونقول لكم بالمناسبة فقط هذه الحطة بين قوسين صدقوني أني كنت نتواصل مرات معا إخواننا الأحرار ونقول لهم ربما لو كانت خفوا شوية في هذا النقطة أو في هذا المكان أو في هذه يقول لك لا إحنا خرجنا وإحنا عارفين أننا ندفع الثمن إحنا مش رحيح نتراجعه إحنا لا نقوم بعمل سلمي ولكننا عمل مقاوم ولن نتراجع ولن نتردد وعارفين أن الثمن هو قد يكون السجن وبعضهم قالوا لي حتى عارفين أن الثمن قد يكون تعذيب والقتل إذن هذو اللي راكم تقمعوا فيهم وتقهروا فيهم وتسجنوا فيهم في واقع الأمر راهم كانوا متحضرين نفسيا اللهم إلا واحد هنا أو هناك اللي طبيعي أنه بشر ويتأثر لكن في الغالب الناس متحضروا نفسيا للقمعنتاكم أضافوا في هذا المسخرة اللي خرجوها يلجأون حتى إلى الدول الخارجية شو هاش تقول المادة واحدة وربعين يمكن للجنة أن تطلب تجميد أموال الأشخاص أو الكينات المدرجة أسماؤها في قائمة الموجودة في الخارج وفق للإجراءات المعمول بها في مجال تعاون دولي كما يمكن للجنة بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو جهوية أن تزجل في القائمة الأشخاص والكينات التي تستوفي شروط تسجيل المنصوص عليها قانونا بمعنى أنهم ولوا حركة قال لك يمكن للجنة بناء على طلب أي دولة أي دولة أو منظمة دولية أو جهوية أن تسجل في القائمة الأشخاص والكينات التي تستوفي شروط تسجيل المنصوص عليها قانونا ويمكنها أيضا طلب تسجيل هؤلاء الأشخاص أو الكينات في القوائم الوطنية للدول الأخرى إذا طلبت منهم غدوة فرنسا نتسجل لهم XYZ في القائمة كما يسموها هم قائمة الكائنات الإرهابية والأشخاص إرهابيين والله ما فيه إرهابي في البلاد رأس الإرهاب حتى يكون دقيق وقلب الإرهاب هو المافيا العسكرية هو المخابرات الإرهابية تسقط المخابرات الإرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية هذا هو الشعب هذا هو حكم الشعب عليكم وفيكم بعد وقعت اختصاب وليد نقيش ثم لحقتها حرج بسعيد شتوان طفل الصغير الشعب خرجوا وقال لكم مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية هذا اللي رح داري لكم رعب هذا اللي رح مزلزل كيانكم هذا اللي رح مخليكم وصلتوا إلى الجنون عبلتوا كل يوم قوانين جديدة كل يوم قمع جديد كل يوم اعتقالات جديدة كل يوم محاكمات جديدة كل يوم تخويف وتهديدات جديدة والله لن نتراجع ولو قطعت حتى تقطع هذه الرؤوس اللي قطعتوا فينا الرؤوس الله أعلم مدام عندنا نفس أعرف الأحرار ليعرفهم رجال ونساء لن يتراجعوا إلا بدولة مدنية مشيئة سكرية إلا بحرية شعب جزائري وكرامة شعب جزائري وصلتوا إلى درجة أنه الآن نظروا في القانون أن إذا طلبت منكم دولة أو منظمة جهوية أو من يش عارف تحطوا الجزائري الفلاني أو الفلاني أو الفلاني في قائمة الإرهاب تحطوه تدرسوا الملف وتحطوه مجموعة حركة ليس أكثر الفرق بينكم وبين الحركة السابقين اللي كانوا أيام فرنسا هو أنه كانوا بساطاء لأن أغلبية الحركة فرنسا لا يمكن أن يجعلهم يفوتوا درجة معينة أي مسمى كان سواء كانوا قياد أو كانوا سيبلتيف أو كانوا في الجيش أو كانوا تيرايير كانت فرنسا تحضر أنتم اليوم وضعين النجوم ووضعين الأسامي ووزير أول ورئيس ووزير دفاع وجنرال وفريق هذا الفرق الفرق بينكم وبين الحركة القدامة أنكم اليوم عندكم علام وتجيبوا قسما وتجيبوا هذا الفرق وتأخذوا بشكارة من الخزينة ومستولين على البلاد تتعاملوا كقوة احتلال ليس أكثر قوانينكم مرسيمكم كلها مرسيمكم كلها قضاءكم كلها تحت أرجل أحرار تحت أقدام آخر طفل فينا وآخر طفلة فينا سيولد حرا والله لا تعلينا لا شيء لا تخويفكم ولا تهديداتكم ولا إزعاجكم ولا محاولات اعتقالاتنا ولا لا تعني شيء ونبشركم أن الانتربول رد على الرسالة اللي أرسلها لأخونا الحر اللي سجنتوه لأنه كان محاميا فاضلا شجاعا رشيد مسلي أرسلها باسمي قبل شهرين أو ثلاثة يسأل فيها هل الانتربول ويوجد فيه اسمي وانتم رفعتوا اسمي إلى الانتربول وأسامي آخرين من إخواننا قالوا لهم أنه مش موجود على القائمة قالوا مكانش على القائمة بمعنى أنهم ارماء وطلب انتاكم ربما كيجاه حطوه في المزبلة عنده فتاعة الأوراق هذا إذا طبعوه أصلا هل نعطي لكم المعلومة وأنا أتحدث عن نفسي لأني مسؤول عن نفسي وأقول لكن أعرف أوضاع أخرى لي إخوان آخرين ما سقسيتهمش باش نتكلم عليهم ولا ما نتكلمش عليهم ما أعرفه بالنسبة إليه وبعث هالي الآخر رشيد قبل حوالي ستة أيام أو سبعة أيام هو أن الانتربول رفض الطلب انتاعكم بوضعي على قائمة الحمراء كما تسمونها وأعتقد أن هذا ينطبق على كل الأحرار اللي بعثتوا باش طالبوا برؤوسهم باعتقالهم بسجنهم تعتقدون أن هذا يضايقنا أو يخيفنا أو يخلينا نتراجعوا أو نتواصل معكم ونقول لكم ما سمعوا والله لكونوا ترفعوا لنا هذا الضغط وهذه الاعتقالات وهذا السجون لأعضاء حركتنا أو للأحرار الآخرين أو والله لن نفعلها أبدا أبدا نحن ما ناشي هنا باش ندافعوا لنفسنا نحن ما ناشي هنا باش نحموا نفسنا من الاعتقال أو من السجن أو نفسنا أو إخواننا أو كل اللي يخرجوا وواجهوكم راهم هنا على الأقل تحدث اللي أعرفهم راهم هنا باش دولة مدنية مش عسكرية راهم في مواجهة ويعرفون أن لهذه المواجهة ثمن نحن نعرف أننا قد نقتال نعرف ذلك وسبق لكم وأن حاولتم دون الدخول في التفاصيل نحن نعرف أننا قد نسجل نعرف ذلك نحن نعرف وأنتم تعرفون أنا سألت محمد عبد الله يومها هنا على هذا اللايف وقلت له ماذا لو رحلت قال نتمنى فقط أن نكون قدرت واجبي كان يعرف أنه ممكن يرحل ويعتقل ويعذب ويسجل كان يعرف نحن ما نشرح نتراجع لن نتراجع أبدا مدام ما فينا روح تدخل وتخرج وأنتم محكوم عليكم هذا النظام القائم لا مستقبل له أنتم محكوم عليكم بنهاية وقد تكون نهاية مزرية قد تكون نهاية بائسة قد تكون نهاية بشعة قد تعفس عليكم الأقدام في الشوارع نحن ندعو دائما الشعب الجزائري للسلمية وسنستمر في ذلك لكننا لن نتحكم في الشعب ولا أحد يستطيع أن يتحكم في الشعب لأن الضغوطات نتاعكم راهي تدفع إلى انفجار رهيب ربي يحفظ منه البلاد يحفظ منه العباد القهر انتاعكم رفع الأسعار خفظ الدينار حجرة الناس العمل اللي مكانش المعرفة فقط المستشفيات المدارس الطرقات كلها تدفع الناس إلى الانفجار يوما ما إذا بقيتوا بهذه الطريقة ويوما ليس بعيد قد ينفجر الشعب عليكم ويبحث عليكم في كل مكان ولي المخير فيكم كيفاش يلقى بوطي بلك يهرب أو كيفاش يلقى واحد بلك يهربوا من جهة تونس أو من جهة المغرب أو من جهة حتى ماليا أو موريطانيا أنصحكم أن تعودوا إلى عقولكم وأن تعرفوا أن حركة التاريخ بعبارة البشر أو سنن الله بعبارة المؤمنين تقول أن نظامكم محكوم عليه بالفشل النهائي بالخسران النهائي بالسقوط المدوي أنصحكم أن تفكروا قبل ذلك مدى باقية سابعة أو أشهر أو حتى سنة أو سنتين لن تذهبوا بعيدا محكوم عليكم محكوم عليكم بالإعدام الطبيعي البشري التاريخي محكوم عليكم بأن هذا النظام ينهار لا نقاش فيه كل يوم يتآكل أكثر صراعاتكم تزيد خصوماتكم تزيد وما عندكم لها حل نظامكم مثل ذلك الإنسان اللي يحكم سرطان ويوصل إلى مرحلة النهاية مرحلة القضية قضية السابيع أو أشهر ليس أكثر هذا هو النظام القائم اليوم في الجزائر بكل أسف وألم أقولها لكم لكن هذه الحقيقة وسينتصر عليكم الشعب في النهاية سينتصر الشعب مهما كانت تكلفة سواء كنا أحياء أو أموات مهما كانت ما ندفعه وما يدفعه الأحرار في الداخل وفي الخارج الرجال والنساء سينتصر الشعب كانت الإمبراطورية الفرنسية جعلت من الجزائر جزء لا يتجزى منها ميتيران لما اندلعت الثورة الجزائرية وما كانوا عارفين حتى كونهم هؤلاء لما جاي وجيب اللي يصبح من بعد رئيس فرنسا وكان يومها وزير الداخلية قالهم لا تجريس إلى فرنس الجزائر هي فرنسا لا يمكن أن نتخلى عليها سقط سقطت الحكومة الجمهورية الرابعة كلها واضطرت فرنسا أن تأتي بالجنرال ديغول من 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 التقاعد انتاو باش ينقذ انهيار الدولة الفرنسية والإمبراطورية الفرنسية من جحيم الثورة الجزائرية وشعب الجزائري ترجمة نانسي قنقر